طعم يجب أن تعرفه من طريقة طهيه من فوائده المفاجئة الألهليون على الرغم من أن الألهليون بعيد قليلاً عن المطبخ التركي إلا أنه نبات يزرع في أجزاء كثيرة من العالم تظهر نفسها في كل شيء من الولائم الأنيقة إلى العشاء العائلي غالباً ما يفضل أولئك الذين يرغبون في خلق جو منعش وأنيق في ديكورات المنزل أنواع الألهليون التي تزرع كزهور للزينة بالإضافة إلى استخدامها في وجبات الطعام ما هو الألهليون؟ الهليون هو نوع من النباتات يحتوي على العديد من الأنواع ويمكن استخدامه في أي وقت مع مساحة استخدامه الواسعة يمكن استخدام نبات الألهليون كخضروات ويجد مكانه في أطباق مختلفة الهليون الذي يستخدم أيضاً كنبات للزينة يضيف جواً جمالياً لمساحات المعيشة بأوراقه الرقيقة والأنيقة تظهر نفسها في ركن من أركان حياتنا منذ الحضارات القديمة في الغالب فرنسا وإيطاليا والصين وأمريكا في العالم في تركياً سيليفري هي المكان الذي تبرز فيه زراعة الألهليون ما هي فوائد الألهليون؟ الهليون هو من بين العلاجات الطبيعية التي يوصى بها بشكل متكرر لمكافحة الروماتيزم واضطرابات العظام الهليون الذي يحتل مكانة في قلوب الكثير من الناس بمذاقه وجماله مفيد لأمراض القلب بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم بالإضافة إلى أنه يريح المعدة فإنه يقلل أيضاً من عسر الهضم حيث يقوّل جهاز الهضمي أحد العناصر الغذائية التي يجب على المرأة الحام لتناولها هو حمض الفوليك الهليون مهم لصحة فترة الحمل من حيث قيمة حمض الفوليك إن الشعور بالامتلاء الذي يوفره يجعل الهليون خياراً فريداً لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن سيكون أحد أكبر مساعديك في الحصول على جسد أحلامك الهليون أيضاً تأثير كبير على التحكم في نسبة السكر في الدم يقلل من مخاطر وآثار مرض السكري كيف ينمو الهليون؟ أين ينمو؟ على الرغم من أنها يمكن أن تتكيف مع أنواع التربة المختلفة إلا أن التربة الرملية والجيرية قليلاً هي التربة الأكثر ملاءمة لنمو نباتات الهليون يجب أن يكون النبات الذي لا يحب التربة الحمضية حريصاً على الري الري المفرط يمكن أن يؤدي إلى أمراض مختلفة والجفاف من الأفضل أن تسقي كثيراً بكمية قليلة من الماء في المناطق التي يكون فيها الصيف جاننا يتم الري عادة بالرش من حيث الإخصاب يتم استخدام أنواع مختلفة بالتتابع في الوقت المناسب ويزيد الإخصاب المنتظم من المحصول بالإضافة إلى ذلك يجب إزالة النباتات الضارة التي ستحدث في التربة قدر الإمكان النبتة التي لا تنتج محاصيل في العامين الأولين تحصد في ربيع عامها الثالث زهرة الألهليون التي تستخدم كزينة في المنزل أسهل قليلاً في النمو يجب ألا يتلقى النبات الذي لا يحب البرودة أو الحرارة الزائدة أشعة الشمس المباشرة يتطلب الماء مرتين على الأقل في اليوم في الأيام الحارة يجب أن تصل المياه إلى التربة بأكملها يجب سكب الماء المتراكم على الطبق كل يوم بالإضافة إلى ذلك يجب تغيير التربة كل ثلاث سنوات يمكن زراعته في أجزاء كثيرة من العالم لأنه ليس من الصعب إرضائه بشأن المناخ كيف تأكل سلاش تستهلك الألهليون يتم كشط الجزء الصلب الموجود في الجزء العلوي من الهليون ويصبح الجزء اللين جاهزاً للأكل يمكن أن يؤكل النبات الذي لا ينبغي طغيه كثيراً نيئاً بالإضافة إلى كونه ضيفاً على المائدة مع العديد من الطرق مثل السلق والقلي والبخار